الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة نريد أن نتحاور وإياكم حول تفاعلات الأحداث الدموية التي وقعت بنيوزيلاندا نريد أن نتحدث عن قداسة النفس البشرية التي خلقها المولى عز وجل وأمر بالعناية بها وحضر من الإساءة إليها الحق جل جلاله الذي قال في محكم تنزيله من أحيى نفسا بغير نفس فكأنما أحيى الناس جميعا هذه الأحداث الدموية تحيلنا إلى إعادة النظر في الخطاب المتداول في العالم بأسره التنبيه إلى خطاب الكراهية خطاب العداوة والبغضاء الذي يفرق ما بين الخلق والذي يمزق وحدة الشعوب رغم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ماذا قال خاطبنا جميعا فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إنك أكرمكم عند الله أتقاكم تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نلقي بضلال حول هذه الأحداث الدموية التي وقعت بنيوزيلاندا ونتحدث عن هذا الاعتداء المروع وعلى قتل الأبرياء ثم نتساءل ما هي الأسباب والدوافع التي جعلت هذا الشخص أنه يرتكب هذه الجريمة الغاضرة وما هي التفاعلات التي يمكن أن تنتج عن هذا الحدث وكيف يمكن أن نقوم بتطويقه من أجل أن نحافظ على أمن وسلامة كل الخلق كما أراد الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم فإن يوم الجمعة لهو يوم معظم عند المسلمين يجتمعون فيه لأداء الصلوات في مساجد الله نيوزيلاندا هي أيضا إحدى الجزر الصغيرة من أصغر قارات العالم توجد في أستراليا نيوزيلاندا معروفة بأنها بلد الحريات بلد الديمقراطية بلد التعددية العرقية والدينية الناس يعيشون في أمن وأمن وفيها خير الناس حينما يهاجرون إليها يجمعون المال ويعودون إلى أوطانهم ويقيمون مشاريع استثمارية لهذا هاجر إلى نيوزيلدا الكثير من المسلمين خصوصا من فلسطين من الأردن من سوريا وحتى من المغرب كما هاجر إليها مجموعة من الأسيويين من بانجلاديش من الباكستان وغيرهم دولة تفتح تفتح ذراعيها للجنسيات المتعددة لكن الذي وقع يوم الجمعة غير الكثير من المفاهيم وقع اعتداء مروع على أبرياء في إحدى المساجد المعروفة مسجد كبير يسمى مسجد النور بميوزيلاندا في عدد كبير من المصرين من جنسية مختلفة يقصدون بيت الله تعالى للصلاة وهنا سيقوم أحد الأشخاص إما عنده عقد نفسية وإما أنه بمرمج بمرمج عنصريا لكي يخلق يخلق فتنة كبيرة فقام باعتداء على المصلين الأبرياء وأصاب منهم أعدد كبيرة مقتل خمسين من المصلين خمسين من المصلين كلهم لقوا حتفهم والعشرات من الجرحة هذا حدث إرهابي بكل المقاييس وفي كل الأعراف الدمية الذي يتتبع وسائل الإعلام العالمية سيجد بأن هذا الحدث خلف حالة من الصدمة وحالة من الإشمئزاز والاستياء عند الكثير من الشعوب لأنهم يتفقون في المفاهيم الكونية أن النفس البشرية لها حرمتها ولها قدستها بعض الأشخاص اعتبروا بأن هذا الحدث الإرهابي هو بمتابة تهديد لجميع دول العالم وقد يثير الكثير من الآطار ومن الفتن رغم الصدمة الكبيرة وجدنا هناك أصوات تنبعت من هنا وهناك تعبر عن تعاطفها مع الضحايا ومع المصابين ومع عائلتهم والكل يدين هذا الحدث حتى أن في فرنسا معروفة بأنها بلد الحريات وبلد المساواة وبلد حقوق الإنسان عبرت أيضا عن استنكارها الفضيع والشديد لهذا الحدث المروع بأن أطفأت برج أيفل برج أيفل الفرنسي الشهير طفأ أنواره وذلك حدادا على أرواح هذه الضحايا حتى نحن في مغربنا العزيزة سمعنا مجموعة من الجمعيات التي هي تطالب بالدفاع عن الحقوق والحريات وخصوصا ضد قضايا الإرهاب أيضا في يوم السبت ويوم الأحد قامت بوقفات هنا وهنا وهناك لتعبر عن استنكارها لهذا الحدث الوحشي ونحن نريد أيها الأحبة الكرام من خلال حلقة اليوم أن نسلط الضوء على هذا الحدث المروع وبالتالي أن نعبر نعبر عن استيائنا لموقع وكيف يمكن أن نفهم ما وقع لماذا وقع وما هي الأسباب والدواء التي جعلته يقع وكيف يمكن أن نحد منه حتى لا يتكرر من جديد الذي وقع هو أن مواطن أسترالي الأصل عنده أفكار غريبة أفكار متطرفة أفكار يمينية يؤمن بالعنف وبالتغيير المسلح ويشتاق للدم هذا الشخصية هي حالة مرضية نفسية هذا الشخص ينتمي في الأصل لشبكة متخصصة في أعمال القتل بدافع العنصرية كما نحن في البلاد الإسلامية عندنا منظمة مادة طبع إرهابي حتى في أوروبا وأمريكا وفي نيوزولندا وأستراليا حتى هم عندهم عندهم خلايا نائمة شبكات متخصصة في الأعمال التصفية الجسدية بدافع العنصرية هذا الشخص كان مسلح معه بندقية كبيرة نهار الجمعة يوم الجمعة المبارك الناس اغتسلوا ولبسوا لبسهم التقليدي دي المناسبات الدينية أبرياء أرادوا أن يقيموا شعائر الدين سمعوا النداء يقولوا حيا للصلاة حيا للفلاح حيا على الفلاح هم راحوا إلى المسجد من أجل أن يؤدوا الفريضة هذا الشخص جاء ما بأسلحة وكان غد متجه الواحد للمنطقة أخرى الواحد للمسجد آخر لكن وجد بأن مسجد النور اللي كان في نيوزولندا لقى في اكتداد اكتداد المسلم فوضع نظارة فيها كاميرات ثم أخذ بندقيته وبدأ بالرشاش يطلق النار عشوائيا على المسلم بندقية نصف آلية يضرب الجميع يفتح النار في كل اتجاه وارتدى هذا المنفذ للهجوم كاميرا وقام بتسجيل الواقعة وكأنه ده شيء مقصود أنه لم يقوم بها خفية غير يضرب ويهرب وإنما دار كاميرا للثقاف القيل بأن في النظارات دياله باش كل شيء تسجيل ثم من اللي دار الجريمة التي ذهب ضحيتها خمسين من المصرين من الأبرياء والعشرات من الجرحاء مشاك يجري المسجد آخر بعيد في منطقة أخرى حي آخر واحتوى ضرب فيه عدد ديالناس وانصرف من بعد خذ ذاك الكاميرا ذاك الفيديو لسجله قام بتحميله على مواقع التواصل الاجتماعي فأتار موجة من الرعب اللي كيشوف الفيلم كيقول لك هو على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو يعني كأن ذاك الألعاب لعبدي الفيديو وضرب الرصاص على الجميع مخلحت واحد وصور ذاك المشهد المروع الدماء والنسك يموتوا على وجه الحقيقة حتى إن الشركة المكلفة بالتواصل الاجتماعي والفيسبوك من شدة الهول ديالمنظر ديالدماء صارعت بحجب حسابات منفذ هذا الهجوم حيدته من الفيسبوك من الانستغرام لأن الفيديو كان يقصب أن تكون عنده نسبة مشاهدة قوية لكي هم هذا الناس هو نسبة المشاهدة تكون عالية ولا يدري بأنه يحطم المجتمع يخرب المفاهيم ويقتل النزعات الإنسانية وهنا غد يلقوا بأن الفيديو رأى خطير جدا رأى تم حدبا كانت المدة ديالو 17 دقيقة اللي شفوه الملايين ديال الملايين واللي شفوه غيظهر فيه المقطع رجل أبيض يرتدي ملابس مموهة وسوداء ويقود السيارة ديالو ثم غادي يقوم بهذه الجريمة النكرة الغريف في الأمر هو أنه قبل ما يقوم بهذه الجريمة أرسل رسالة عبر تويتر من قبل شوف دبا الآن ولد الجريمة المنظمة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي وتستغل التكنولوجيا الحديثة اللي هي يوضعها النس أول مرة باش تكون وسيلة من وسائل تواصل وسيلة من وسائل نقل المعلومة ولكن صارت تستغل للجريمة هذا الشخص قبل ما يقوم بالهجوم كان عنده مجموعة شعارات يندد بالمهاجرين هو عنده كراهية لكل من هو مهاجر ولكل من هو عربي ولكل من هو مسلم يسمهم بالغوزات يصفهم بالغوزات كان سبق أن نشر بيان عنصري عبر تويتر في صفحات ما يزيد عن سبعين صفحة وشرح فيه بالبيان بالواضح شرفها فيه عزمه على أنه سوف يقوم بالتنفيذ الهجوم وسمى الاستبدال الكبير يعني كان هذا مشروع جير منظمة إرهابية في ميوزيلاندا ضد الإسلام وضد العروبة كتقول الاستبدال الكبير قال إن ما قام به أرد أن يتأر هذا تأر لكل الأوروبيين الذين قتلوا باعتداءات إرهابية في السابق يعني هذا بغي يعود دكش اللي وقع من مسلمين لأوروبيين بغي يعودوا من أوروبيين لمسلمين وأرد كذلك من غير التأر كيقول بأنه أرد أن يخفض من عدد الهجرة إلى البلدات الأوروبية اللي ككرهوها كل مهاجرين وقال كلام طويل جدا كيوجه الخطاب وفي الأخر كيقول وكأنه يخاطب هذه المنظمات كيقول لهم إن لم أنجو بعد الهجوم فودعا وليبارك الله ولا سوف أراكم في فالهلا في فالهلا هذا الفالهلا باللغة الإسكتنافية حسب الأساطير ديال الدول الإسكتنافية معناها الآخرة هذا يحي بأن هذا السيد اللي ارتكب هذه الجريمة هذا مشهر مختل عقلي هذا عنصري ديمي أنه كيحمل واحد العقيدة مضادة كتكره المسلمين كتكره العرب وكتكره المهاجرين وكي آمن بأنه غيقوم بالخلاص أنه غد يمشي إلى الدار الآخرة أنه بكأنه مجاهد هذا الكلام أتار الغضب وأتار الاستياء عند الكثير من أصحاب العقول النيرة أصحاب النفوس المستقيمة كل من يؤمن بالحريات ويؤمن بحقوق الإنسان ويؤمن بالقواعد الأخلاقية الكونية يستاء من مواقع لأن والبعض كتشعر بالدعر وحد المجموعة عن الجهات الآن ركتشعر بالخوف والدعر علش؟ تحسبا واحتمالا من وقوع هجمات مشابهة هنا غلقوا في نيوزيلاندا تصدر تعليمات من الجهات العليا قال المسلمين لا تبقوا للمساجد أمرت بإغلاق المساجد المساجد في نيوزيلاندا هذه الثلاثة أيام هي مغلقة ووصوا الناس أنهم يصلوا في البيت ديالهم وحتى المدارس عاد الآن هذا الصباح قالوا أن نفتحوا المدارس من جديد المشكلة هو أن البلاد عند واحد القانون أي واحد ممكن يحمل السلاح وهذا قانون ربما كان من باب مسموح به لكن من هذا الوقع بدون المسؤولين كيفكروا لإصدار قوانين لتمنع تمنع نهائيا حمل السلاح في البلاد هذا الحدث الآن رهو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على القنوات الفضائية العالمية والدول العربية كتتكلم به والدول الإسلامية كتتكلم به وأمريكا ورؤساء الدول الآن بغينا نعرفه هذا الحدث هذا كشكل مؤشر خطير على أن خطاب الكراهية والموعدة للأجانب صار في تساعد كبير من قبل كنت نسمع بأن في الدول الغربية كان خطاب الكراهية ولكن كيبقى دائما في حدود المضايقة الشخصية ما تدلس الحجاب ما تخليش اللحية ما تكلمش في كذا حدود مضايقة شخصية لكن اليوم هذا الشي اللي يقع وصل أنه تجاوز وتخطى الحدود ليصل إلى مستوى القتل الجماعي ماتوا خمسين واحد من المصلين أبرياء والعشرات من الجرحى وهذا غير يؤدي إلى مدى احتمال احتمال كما يرى المتتبعون واللي كشفوا الأحوال تطور الأحوال في المستقبل غير الدين انتشار ما يسمى بظاهرة الإسلام في موبيا الإسلام في موبيا هذه ظاهرة دي الخوف من الإسلام بتعود تنتشر من جديد يلا كتفى هذه الموجة وهذه الغضبة وكي بدأوا الناس يعيشوا في الحرية في المساواة في الحوار كتجي مرة ثانية هذه الغضبة الغريف الأمر إذا بغنعرفوا الجذور دي هذا الحدث رأى مرتبط بعوامل تاريخية وثم كتطور في الحاضر ورأى غانية في المستقبل البلاد الغربية منذ زمان كانت كتعيش على واحد نمط صورة سيئة رسمها اللهوتيون للإسلام منذ القديم في العصور الوسطى ملكا الصراع دي الصليبية والإسلام في العهود الوسطى قاموا مجموعة دي اللاهوتيين اللي هما رجال دين في الديانة المسيحية أو اليهودية وكان من بينهم مارتل لوتر وغيرهم كانوا كتبوا أشنه الإسلام بالنسبة إليهم كانوا يقدروا كتابات ودروس ومحاضرات كانوا يشككون في مصادر الدل الإسلامي يشككون في أن القرآن كلام من عند الله وكانوا يطعنون في صحة نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا دائما يلقون شبهات حول أحكام الإسلام وحول شريعة الإسلام الغرض من هذا كله هو أنهم يخلقوا وحد الشك في نفوس عموم الناس وكان الإعلام الغربي الإعلام بقوته كان عنده تقنية هائلة حتى هو سهم في نحط صورة نمطية عن الإسلام والمسلمين كتحمل الصورة في القبح ملك يتكلم عن الإسلام كتسمع فيه إما الإرهاب إما التخلف إما عدم المساوات مع النساء إما أي حاجة في صفة القبح حتى قالوا بأن الإسلام هو دين يتسم بالعنف وبالعدوانية إذا سمعته واحد أوروبي غربي متعصب وسولته أشنو الإسلام بالنسبة إليك يقول لك حسب ما قريت وفهمت وتلقيت الإسلام هو دين يتسم بالعنف والعدوانية يدعم الإرهاب والبعض يقول لك مش دين غير إديولوجية سياسية تستعمل لأهدف عسكرية والبعض يقول لك لا هو فلسفة غير عقلانية وبدائية والبعض يقول لك هو السلوك وحشي متحيز ضد النساء والبعض يقول لك لا هو عبارة عن كتلة جامدة غير مستجيبة للتغيير والبعض يقول لك لا هذا الإسلام ما عندوش قيم وأهداف مشتركة مع التقافة الأخرى الكونية يعني كي جمعوا كل نقيصة وكل قبح ويلسقونها بالدين الإسلامي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ورابنت هذا الحقد ملكة الرسوم لكاريكاتورية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفكار اللي هي غريبة وأفكار مضادة اللي كتكون في العالم الغربي من طرف اللهوتيين والمفكرين وكي سندوهم بعض السياسيين وكي استغلوا وسائل الإعلام والتمييز وكذلك الخدمات اللي كتكون في أوروبا معروف الغرب عنده الخدمات عنده الصحة عنده التعليم عنده المجموعة عنده الخدمات الإنسانية فمجرد فمجرد يعرف بأن الإنسان رغم تديم كي يحرص على أنه يحرم من الخدمات كذلك كالقوا بأن يتم استبعاد كل من هو مسلم على مباشرة الشأن العام إلا في حدود ضيقة الملكة بغي دخلته والانتخابات كين حرية كين ديمقراطية كتلقى قيود وضغوط باش ميشاركش في الشأن العام ثم ملكي تعرض للأمر في قضايا التعليم والرعاية الصحية أو الترخيص لطلبات الحصول على مساجد كالقوا التعامل ببيروقراطية ورد الطلبات هذا كله يخلي واحد الحزازة حزازة ما بين هؤلاء الناس وربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا في أول أمر ماذا يقول يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل لاش باش تسرعوا باش تختلفوا لا قال لك إن خلقناكم شعوبا وقبائل لي تعارفوا لي تعارفوا يكون تعارف يكون تعاون يكون حوار يكون اندماج ليس أن يكون هناك التمييز أو الإقصاء أو الظلم أو العنف أو التصفية الجسدية الآن ما هو مطالع هذا الحدث لك يوقع كل من رملك وقع حدث إرهابي إلا أكي يقول ما هو الحل الحل دائما خسل لابد المفكرين وخص أصحاب الرأي وأصحاب القرار يتدخلون من أجل وضع سياسات استراتيجية للحماية للحماية من بينها خسل لابد الناس المكلفين بالخطاب الديني أنهم يدافعون عن بيضة الإسلام فالإسلام معروف أنه دين جاء من عند الله تعالى وجميع الأدلة والبرهين المنطقية والعلمية تدل على أنه حق وأنه من عند الله وأن القرآن حق وأن النبي حق وأن كل ما جاء في القرآن والسنة حق العلوم الآن هي تؤكد ذلك خاص العلماء يسعوا إلى إظهار سماحة الإسلام ورسالة القرآن إلى الإنسانية القرآن الكريم جاء إلى الإنسانية جمعا وجاء لكي يظهر السماحة ربي ما كيقولش ما كيخطبش المسلمين كيخطب كل الشعوب وكل القبائل وكل أديان يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من غير أن العلماء خصومي دون ندوات ومحاضرات ويأكدوا على هذه الصورة يصحوها تصحيح الصورة لأن الصورة اللي علقت في الأدهن دين الأوروبيين صورة مشوهة لابد تصحيح الصورة بأن الإسلام دين المساواة دين التسامح دين العدالة الاجتماعية دين المحبة دين الحوار باش نعدل الأفكار ولكن الأفكار وخنقلوها نظريا خاص المسلمين اللي يمعيشين في البلد الأوروبية خاصهم يحملوا رسالهم سفراء في تلك الديار فلابد أن يعكسوا الإسلام الحقيقي في سلوكهم لأن الملك يكون مسلم هناك في بلد أوروبية ويسرق ويظلم ويفسد كي يقولك الإسلام لو كان فيه خير لكن المسلم اللي كنتشوفه الآن مستقيم فخاص المسلمين يعرفوا في أوروبا بأن عندهم وحد المسؤولية عظيمة لابد أن يراقبوا سلوكاتهم ولابد أن يروجوا للمثل والأخلاق السامية المجد في الإسلام ولابد أن تكون لها سلوك عامل في الواقع على أرض الواقع هنا غد يلقوا بأن الأوروبيين غيصبح عندهم أهذان صاغية لغد يلقوا الخطاب النظري بحاله بحال الواقع الاجتماعي والسلوك اليومي الواقعي كذلك كاللقوا بأن اليوم هو أن الناس اللي يقوموا بتصح المفاهيم هنا جهود فردية لكن خاصة العمل المؤسساتي المنظم المجالس العلمية الرابطات العلمية الكبرى النسل اللي وما عندهم أكاديمية كبرى أنهم يساهموا في التصحيح يلقوا جهود فردية هنا وهناك ولكن كذلك تبقى محدودة جدا غير قادرة على الرد للشبهات غير قادرة على تصحيح المفاهيم الخاطئة خاص المؤسسات خاص الرابطات الحمد لله كان المجالس العلمية في المغرب قامت بواحد دور كبير كان الرابط المحمدي لعلماء المغرب قامت بواحد دور كبير لكن هذا خاص على مستوى العالم الإسلامي ككل العالم الإسلامي ككل الاتحادات العلمية تقوم بواحد دور كبير في التصحيح للمفاهيم الخاطئة والرد على الشبهات لكن اللي احنا محتاجين لأكثر في الإصلاح ديل الوضع وهو المسلمون محتاجين إلى آلة إعلامية قوية تضارع الآلة الإعلامية الغربية بش سبقونا الغربيين سبقونا بالوسائل الإعلام ديلهم متطوفرة عندهم فضائيات قنوات كبرى ضخمة وعندهم جرائد ومجلات ومواقع إلكترونية كبيرة وضخمة عملاقة فنحن في البلاد الإسلامية عموما محتاجين يكون عندنا واحد تنسيق تنسيق ما بين جميع الدول تكون هناك آلة إعلامية ده الطبع تدافع عن الدين الإسلامي تكون قوية وتضارع الآلة الإعلامية الغربية وهنا خاص لابد مش غير الناس اللي هم عندهم الحرقة اللي تكلموا فيها خاص المتخصصين ناس عندهم إعلام محترف يعمل على التواصل المباشر مع المعنيين ويقوموا بصياغة سياسة إعلامية تتخلي الأوضاع تكون بشكل أكتر وضوح وبأكتر استراتيجية أيها الأحبة الكرام الموضوع دو سجون لن أطيل عليكم أترك لكم الكلمة ونذكر بأن الحق سبحانه وتعالى نهانا عن قتل الأنفس ما الذي وقع هو إسالة الدم البشري والبشرية كلهم إخوة البشر كلهم إخوة كلكم من آدم وآدم من تراب لا فرق بين عربيين وأعجمين ولا بيضة لا أسود إلا بالتقوى هكذا أراد لنا الإسلامون العظيم أن نستشعر الأخوة الإنسانية أن كل البشر نحن إخوة من أم وأب من أبينا آدم وأمنا حوى ولا بد أن نسعى أيها الأحبة الكرام على أن تكون علاقة بيننا علاقة علاقة تعاون علاقة تضامن علاقة سلم وأمان وعمل مستمر في الخير أما قتل الأنفس فإن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيزة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لابد لأهل الأديان ولا بد لأهل العقائد كل من موقعه أن القواسم المشتركة من الأديان اللي جاءت على أساس حفظ النفس وحفظ الأرواح وحماية الدماء والدعوة إلى الأمن العام والدعوة إلى نبدي الشعور الكراهية والبغض والعنف والدعوة إلى ملء الفضاء بالرحمة والتعاون لا بد أن تكون هذه الدعوات تجد لها صيت قوي في كل مكان أيها الأحبة الكرام قبل أن نفتح خطوطنا الهاتفية نترككم معهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة الكرام عدنا لنواصل هذا اللقاء المبارك ونذكر بأرقامنا الهاتفية من أجل التواصل أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 فمرحباً بالجميع ونبدأ أول مكالمة من إقليم الراكش مع للا إيمان حالو السلام عليكم عليكم السلام سيكو ريبان مرحباً للا إيمان كبير لبس عليك كبير خير الله يبذك بنتي الله يبذك بنتي زي ما تشيلي بلدك سيد زي ما ما عرشة شنو كيف شغل نقول لك زي ما يعني نعبره نعيو ما ديش نشرحوا هذيك الشي اللي ده والغريف في الأمر أنه مني كان في المحاكمات يدير هذيك العالمة يلئي نعم نعم مسر على علمة العنصرية يعني ما كانت القديسة ندام ولا ولا مختل العقلي ولا أنا تشيليتي يبالي إياها بنتي يو الله يرحمهم والله اللهم آمين يا رب الجنة إن شاء الله يا رب إلي الله بنتي بلين الموضوع ديالي إياها بنتي بينا بينا وطن شكرك بالساف زي ما استفدنا منك بواحد درجة زي ما أنا أنا من من هذا المنبر تقول بأي واحد تيمشي عن شي طبيب نفساني غير يوقف هذوك الحيصص زياله يبقى غير تنطلق ويدير ذوك الأذكار اللي تسوله أطيب نفسي اختصاصي على رأسنا على رأسنا وعينينا يا للا بنتي يا بنتي على رأسنا وعينينا وبيتك عفك الله يزيك بآخر يقوله بأنه الدواز الغائب والدعوة دي اللي ما كيعرفك تكون قبولة بيت النس إن شاء الله قاعد اللي كيتم تعلي كي دعوه معي بشتحق علي واحد الأمني يا رب كنصلي بالليل وبالنهار وكنزرها الأذكار بشتقبل لي يا رحمة يا رحيم الله أفضل الله وشهر شهر رجب يا رحمة يا رحيم وبيت عوازي يا رب يا رب يا رب بإذن الله بنتي شكرا لك بنتي إيمان للأخطيك للأخطيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك إيمان حفظك الله بنتي وأصلحك الله تعالى فيها إيمان كتعبر على تضامنها مع القتلى اللي ماتوا شو هداء ما نسمهم قتلى هذوك شو هداء لأنهم ماتوا في بيوت الله كاللي كان يحفظ القرآن الكريم يطلو كلام الله كاللي كان ساجد كاللي كان ركع ثم جرى الشاش وضربوا قتل في بيت الله تعالى فيعتبرون الشو هداء وراء إن شاء الله كما قال ربنا عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموت بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله رعو فرحانين للقاء الله تعالى لأن الموت غير مجرد وحد المضاق يذوقه الإنسان هكذا سمه الله تعالى مضاق لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى مضاق ثم سرعا من يحيى من جديد لأن غير مرحلة انتقالية من عالم الفناء إلى عالم البقاء وهنيئا لهم مالوا الشهادة لكن كيبقوا العائلة تعوم والأحباب ديالهم كيشعر بحزن عميق نسأل الله تعالى أن يرزقهم صبر الأنبياء وصبر الأولياء وأن يتغمد الشهداء في واسع رحمته وإن لله وإن إليه راجعون بنتي إيمان كما قلت بأن الأطباء النفسيين هذا كعلم الطب النفسي علم من العلوم وضعه الله تعالى في كتابه العزيز وربنا تكلم عن النفس البشرية تكلم على النفس الأمارة بالسوء فقال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وتكلم على النفس اللي أحسن منها اللي هي اللوامة لما قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وتكلم على النفس اللي كترقع يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وتكلم عن الروح لي أعلى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا الأطباء النفسيين يقرأوا النفس البشرية يقرأوا السلوك البشري ويقرأوا التجليات دي لهذا النفس وإن كان هناك ما يؤثر هذا العلم مدارس والتجاهات مختلفة هناك التيار الغربي هناك التيار وتقليدي هناك التيار القديم الكلاسيكي هناك التيارات مختلفة مثلا في التيار الغربي يقرأ في علم النفس يقرأ المدرسة سيدموند فرويد يقول لك بأن الجنس هو كل شيء وكل شيء نبيع من الجنس فكتلقى الطبيب نفسي يريد أن يحلل وحد المرض معين يبدأ يسول على الجانب العاطفي كده وسط المراحقة كده وسط العلاقة بين الزوج والزوجة كيسول على هذه الدائرة هذا تابع ما شيء كيختار تابع الوحد الاتجاه في الطب النفسي لكي يقول الجنس هو كل شيء وكل شيء نابع من الجنس يفسر السلوك البشري انطراقا من العواطف لا كانت مقهورة ولا كانت جياشة ولا كانت فاترة ولا كانت كده وهناك من يحللها من الجانب المادي إنسان مقموع غلب الجوع والدولة حقه وكان مقهور كي يقول لك هذا مدرسة أخرى كي الميزي غابل كل واحد عنده تيار خاص به لكن كي بقى دائما ربنا عز وجل أمرنا بأن الإنسان بشي يحافظ على الكيين نفسي دياله سهل جدا أنه يحافظ على الوضوء الوضوء سلاح هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن بتبغي توضع عرب أنك نقم سلح ثم لما تصلي لله تعالى وتقرأ الفاتحة الفاتحة خطاب ما بين العبد وربه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا كل مرة يقول أتنى علي عبدي مجن يا عبدي هذه بيني وبين عبدي ثم أن الإنسان كتكون عند الرفقة الطيبة ما يسمى بالصحبة غير هذه قواعد بسيطة إذا الإنسان حافظ عليها غير يحافظ على استقرار نفسي قوي ثم دائما يعربي أن له إله اسمه الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد وبأن لما فيه شيء عبت اللي يقع لك رقضاء وقضاء غسيوقع كان غسيوقع ما تقول على شوقع وهذا القضاء اللي سلمت به رأى قريبا غين قالب إلى خير عظيم هكذا قواعد قواعد بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصوبك إذا أصابك خير اطمئن واشكر ربك بشير بيزدك خير في خير إذا أصابك سوء اعلم بأنك قدر إلى سبرتها شوية ردك سوء عند قلب إلى خير عميم جدا هذه فلسفة إلهية وضعها ربنا عز وجل في كتابه العزيز وأرشد إليها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وفعلا أن الإنسان اللي لم شمع هذه المبادئ الدنيا غد يشعر بأنه غير محتاج إلى المخلوقات لأنه يرتبط بالخالق اللي بغى ما يحتاج للمخلوقات وخاكي قوليك ملتاج كي يحتاج ولكن على التغليب اللي بغى ما يحتاج للمخلوقات يبقى متمسك بالخالق والخالق يسخر له يسخر كتسمى عاقدة التسخير أن الله يسخر لك أجود مخلوقات يكونون في خدمتك قد قام ربك يسخر لك وناس ما تعرفهمش ولكن في مقام رفيع سخرهم الله لخدمتك لماذا؟ لأنك أنت ركزت على الخالق فأكرمك بمخلوقاته الطيبة تكون في خدمتك بنت إيمان حقيقة أن هذه الأيام المعظمة هي أيام رجب والدعاء فيها مستجاب وشهر رجب هو شهر فضاء الكبير أول أعدم الظلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هاتش شهر بالضبط ربي عز وجل قالنا إياكم ثم إياكم أن تقعوا في الظلم وأعظم الظلم هو الشرك بالله ثم ظلم الناس أكلوا أموالهم بالباطل أو سبهم أو شتمهم ومن أعظم الظلم ظلم الإنسان لنفسه أظلم نفسك من لك تخليها بائدة عن رب العالمين من لك تخلي الناس كي يشكهدوا في العيبة دو الطعاء وانت بقي مضر نفسك مع الدبها غادي دلها الجام وجرها بعيد انت كتظلم نفسك هذا أخطر أنواع الظلم ففي رجب ربنا عز وجل قالنا انتبهوا انتبهوا ره رجب شعبان رمضان خسك صافي دل الجام وكون مع الحمد لله تلقى واحد مجموعة من المخمرين المخمرين في هات الشهر هذي يقلعون هم مفتونون الله يغفر لنا ولهم وكي تلقى امتداء من هات الشهر دي الرجاب راه هم بدأوا كي يقلعوا حتى أن بعض الحانات قلوا كيفكروا أنهم يسدوا المحل ديانهم لأن في وحد الباصل من الإيمان عارفين بأن الخمر راك يبقى 40 يوم في البطن إلى شربو ودركو رمضان ما يتقبل منه رمضان خسوة على الأقل لا بله الله بله الله بله الله تعالى على الأقل يبتعيد منه على الأقل 40 يوما قبل رمضان فشار رجب فضيل فعلا بنتي إيمان أسأل الله الواحد الأحد أن يصلح شبابك وأسأل الله تعالى أن يقوي إيمانك وأسأل الله تعالى أن يتولاك بالعناية والرعاية ويحفظك العائلة والأحباب والمقربين وكل ما في قلبك وضميرك ربنا أعلم به الله يعجلك بالفرج ويبلغك المقصود ويرفع مقامك إلى أعلى عليين يا ربي كل من قال آمين أرزقها مثل ما رزقت إيمان وزيادة قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم ونتحول من مراكش إلى إقليم أرفود مع الله هدى سلام سلام ابنتي هودة الله يبر فيك بنتي الحمد للرب ونشكرها بنتي حافظك الله ورعك أنا أشكرت بزيادة صدق لك الدعي معايا وبشي وريدة إن شاء الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وطلب معي الله ومع الأبي ديالي والله يفقني في حيات ديالي إن شاء الله يا ربي كريمة بنتي هودة هودة بنتي شحال أنت مزوجة حاليا ده دعاني إن شاء الله بقي الحمد لله في البداية ديالك وباش في سرتي هاد عدم الخلفة لي حد الساعة عدم الحمل ما عرفت ما عرفت وطبيباش قال لكم بنتي ما زال ما مشت لأنت شو طبيب أصلا ما تزربيش إن شاء الله ربي غي يصعب لك بإذن الله الواحد لأحد يا ربي صغيرة غير الله يجيب الخير الصاف يا ربي بنتي هودة الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء ويسعد قلبك يا رب الله يسهل عليك بغيت نمر ديالك الخاصة واخا بنتي هودة يا ألف مرحبا أنا غندوزك الستندار معنا أخونا السامي في الإخراج وتلقي المكالمات إن شاء الله أعطيك الرقم للهودة وهودة بنتي من زربوش الحياة الزوجية هي جميل أن الإنسان في السنوات الأولى عامية ثلاث سنوات كيبغي الزوج يبقى مع زوجته هكذا بدون أولاد يفرحون ويسعدون لأن غير كيجيو الأولاد كتعود الأم منشغلة كثير بحملها ثم براضيعها ثم بطفلها والرجل ما كتفقش عنده واحد العناية واحد الاهتمام كبير فاستغلي أعتبر أنا ربما ربع عز وجل بغاك تعيش أنت وزوجك حياة زوجية في ساعة طويلة لأن غير غير تحمل المرأة كيعد الاهتمام كله مركز للجنين وكيعد بعد التسعة أشهر من الحمل والوضع بإذن الله كيصبح التركيز كله للراضيع خصو الرضاع خصو كليكوش خصو كده والعائلة والأحباب لانتباه العلاقة بين الزوج والزوجة كتعود فاترة وكيين بعض الأزواج كيدخلوا في اكتئاب من اللي كيلقى بأن زوجته لا تهتم به ولم تعد هي مسكنة ما مسريش هي تركيزها الأمومة اللي أعطاها ربي عز وجل كتبقى كل ما عندها منطقة وعواطف تعطيها للجنين وكيين الرجل اللي كيتقلق يا ما كناف أصدقاء كالقى نرفز مشال قهوك يشرب قهوك حلاب بدون سكر طال عليه الدم مالك فلان هذك المرة غير ولدت وقلبت علي وجهها لا خويا مش قلبت علي وجهها رأى الأمومة اللي أعطاها ربي عز وجل بغاها أنها تركز على ذلك الجنين على ذلك الرضيع سبحان الله العظيم مربي خلق في الأمومة هذا الشيء هذا فبنتي هدى لعل الله تعالى أرادك مع زوجك تعيشون أطول مدة من الحياة الزوجية اللي تكون فيها متعة وعاطفة وصفار وحرية وإن شاء الله غني يجيب الله الرزق الأطفال بيجيوا أول حاجة بنتي هدى ما تفكروش فيهم خلي 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 الأمر لله حتى لك يقولك بغيت نولد وانا بغي نولد وانا بغي نحمل منك يبقى يركز هكذا وكيخاطب نفسه ركي يوقع عليه ماني عتعب الصحب خاصه لابد أنه ما يبقىش يعيش حياته عادية حتى غيرتفاجأ بأن شيئا يتحرك في بطنه عاد غيرتشف بأنه حامل خلي شوية لا مبالات وعندك اليقيم بأن الله تعالى قادر على كل شيء هو الخالق اسمه الخالق واسمه الوهاب حتى ولو كان عند الإنسان لا قدر الله كان عنده ربما شيء مشكل في العضوي عنده ضعف في الهرمونات عنده ضعف في الحياة والمنوي المرأة عنده ضعف في البويضات عنده مشكل في الرحيم ولو يكون هاتش كله احنا ما كان فيوش بأن العلم لابد أن يكون حاضر وبقوة للعلاج ولكن لا ننسى بأن فوق العلم هناك الدين الدين فوق العلم ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ما معنى هذه الآية يعني الحاجة التي تحسبها أنت ميت رب يقدر يخرج منها واحد حي وذلك الحاجة التي تحسب أنت حي يقدر رب يخرج منها واحد ميت يعني انقلاب المفاهيم قدرة الله على الخلق والإبداع والابتكار من غير سبب لأنه هو خلق الأسباب والمسببات بنتي هدى ديما نخلي قلبك معلق بالله استمتعي وأنت وزوجك بحياتكم الزوجية السعيدة واضب على صلاة الفجر واضب على قيم الليل ولغ الركعتين واضب على تلاوة القرآن سيري انتي معه يدك بيده وسيروا إلى المسجد لحضور الصلاة حضور الدروس سيروا إلى جمعية تربوية فرحوا بحياتكم ما تهتموا بواله حتى قتلقي بأن شيئا يتحرك في بطنك يوما ما واتلقي إن شاء الله تعالى جنين بلغ تلقي توأم بإذن الله تعالى توأم ذكرا وأنتع جميلين عظيمين كريمين هدية وهبة من الرحمن أسأل الله الكريم اللهم يا رب يا كريم أكرم للهدى اللهم أكرمها بحمل قريب اللهم أكرمها بحيات زوجي سعيد مع زوجها اللهم يا رحمن يا رحيم لا تكلفها ما لا تطيق اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع طريق اللهم يا رحمن يا رحيم أسعد قلبها بمولود جميل وسليم في خلقته اللهم واجعله مباركا أينما حل وارتحل اللهم وحاق رجاء اللهم كل من قال أمين أرزق مثل لهدى وزيدة قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول من إقليم أرفود إلى فاس مع أخينا سعبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا سعبد العزيز الله أحفظك أخي الله أعزك أمو لي اللهم أمين يا رب لا إله إلا الله أحبك الله أخي عبد العزيز اللهم ورحمة الله أرحمه 어제 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي أعزك للأز في الدنيا والآخير إن شاء الله إلا خمسين وإن شاء الله مع تصحرك نزرك أمو لي إن شاء الله ربي قريب سبحانه يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم سعب العزيز عندك 50 سنة سعب العزيز 50 سنة عندك 50 سنة أخويا وش كتدير في العمل ديلك أخويا عب العزيز لا يلا هيل الله الله يسخر لك يا رب إن شاء الله ربي عز وجل يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم أخويا الله يفرج عليكم جميعا الله يفرج عليكم السعب العزيز يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا أخويا وخا سعب العزيز بإذن الله يا ربي سعب العزيز يا ربي أخويا الله يساعدك أنا أخويا بإذن الله شكرا لك سعب العزيز وحافظك الله أخويا حافظك الله نسلهم فقد للبصر مكفوفين يكفي أن الإنسان لكان مؤمن ره مبشر بالجنة ألم يقل ربنا عز وجل في الحديث القدسي من أخذت من حبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة كل واحد فقد بصره فليعتقد دا الاعتقاد غير يكون راض بما قسم الله تعالى يكون راض على نصيبه ويكون راض على قسمته غد يكون شاء الله مبشرا بالجنة هكذا قال رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي من أخذت من حبيبتيه يعني عينيه فصبر صبر فليس له جزاء إلا الجنة هنيئا لك أخي عبد العزيز أخي عبد العزيز أنت فاعل جمعوي فقد للبصر كان واحد طريق ربما قد يستللك الله تعالى وتمشي للبقاء المقدسة كان هناك الناس اللي يمشوا بالقرعال اللي يمشوا بالفيزا المجاملة كله الطريق دياله ولكن الناس اللي مكفوفين رممكن تتقدم بطلب استعطافي إلى المسؤولين هناك الحمد لله كل سنة أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ورعاه كيبعت المنعم عليهم وكيبعت منهم خاصة تقريبا كار خاص كار خاص ديال اللي هما عندهم من دول احتياجات خاصة سواء إما فاقدي للبصر أو عندهم شلل أو عندهم شيء من هاد الأمراض من الاحتياجات الخاصة تقريبا حوالي أربعين حتى الأربع وأربعين شخص يتم باعتهم على النفق الخاصة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله كل سنة كل سنة ويما التقيت الناس هناك وفرحانين عداد منهم فربما تقدم بطلب لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لك هذا الباب وإن شاء الله إلا عندك النية وعندك الشوق كن متأكد بأن الله سوف يسخر لك سبب من الأسباب ويفتح لك الطريق من الطرق غير تعلق بالله جل جلله وحده لا شريك له واقطع اقطع التعلق بالخلق كلهم وأنا داك غدلق بأن الله تعالى يختار لك أجود الخلق يسخرهم لخدمتك سعبد العزيز الله يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم الصحة والعافية الله ينوركم منور الله ويسعد قلوبكم وذلك الأخمسكين اللي ما عنده ولدات اللهم يا رب رزقه ذرية طيبة يا رب كما أكرمت سيدنا زكرياء على كبر وأكرمت سيدنا إبراهيم على هرم اللهم أكرمه كما أكرمتهم في القريب العاجل وارزقوا اللهم الذرية طيبة ذكورا وإنة اللهم كل من عنده حاجة في قلبه وضميره أنت أعلم بها اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج في شهر رجب معهد الوجود الخير مددنا إليك أيدينا ربنا وإنك سميع الدعاء وإنك على كل شيء قدير وأنك لطيف بالعباد فاستجب لنا يا رحمن قلوا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم ونتحول من فاس إلى بنيم اللال مع أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا شريفة لانت أخياتا نشكرك على هذه الإدعاء الله يحفظك والله يطورك لعمر والله علي مقابك لله والله من أمثالك العفوة لله أعزك الله لله تنطل منك الله يرحم الوالدين يتدعى معايا مع مريضة ومع وليديتي ومع الجميع المسلمين يا ربي يا ربي ومع وليديه ومع وليديه يا ربي وحد الوالد مريض مسكين ومع وليديه وخوتي وخوتياتي يا رحمن يا رحيم يعتك الله رحبتك الله إذا ذلك بالخير لك إذا كان ممكن ومع زوجيه مع أي طراز يا رحمن يا رحيم أم محمد يا رب وظهر منك أخياتا معايا زيان عمر إذا أنا وليديتي ليلى هيل الله أجدركم للا أم محمد أجدركم للا أولادي مرض بسميتهم بالحسوسية أي دائما مرض ليا دائما وأنا مريضة في تبولي عندك العصر في المعدة وفي المسرات ليلى هيل الله والله إذا ذلك الله يجب الشفاء للا أم محمد اللهم آمين الله يحفظك الله يا رب يا رب بإذن الله بإذن الله محمد اللهم آمين والله ينطرك الله يكبر من أنش Mobil شكر وخال يا ألف مرحبا أنا عنده اسطنظار للا أم محمد حافظك الله وراعك الله لا إله إلا الله الأمراض بنتي للا أم محمد هي كل واحد منناORDه نصبون المرض وهذا المرض قد يكون لأسباب كثيرة ومتعددة لكن العل في المرض ما هي هي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينال من عباده الأخيار قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا من عباده نال منه سمعين زيان إذا أحب الله عبدا من عباده نال منه من لك يحبك الحق سبحانه كي يبغي يجربك وكي يبغي ينال منك النيل قد يكون بسبب مراض أو سقم قد يكون بسبب فقر قد يكون بسبب ابتلاء قد يكون وقد يكون بشيء فيه تحب فيه مشقة كبيرة نال منك ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا ربنا عز وجل ما عنده عباد الدنيا ما فيها عباد هاتش الكوقع من أمراض وأسقام ومشاكل تحجر كل شيء مدروس ركل بعلة وحكم ومقاصد وأسرار لا يعلمها إلا بارئها سبحانه وتعالى لكن نحن البشر عدنا تفكير ضيق جدا وسرعان ما نقلق ويصيبنا الذعر وأنفسنا ضيق وأفكارنا أضيق منها ليدك انقوا دائما في دائرة مغلقة أما من فتح الله تعالى فتح العارفين بالله إن فتحنا لك فتحا مبينة الفاتحين اللي افتح لهم الله تعالى المعارف كعرب بأن كل حاجة تقع إلا بسر وعلا ويقول الحمد لله على كل حال بلت يا أم محمد وانتم مراد العائلة كلها أكيد أنكم شتوا عند الأطباء ودرتوا الإجراءات والأدوية لكن هناك وحد دواء جميل هذه الناس استعملوه وجربوه وجربوه الله تسير دواء مجاني كن نخذ قرعة دي الماء قرعة دي الماء وكن قرأ فيها كلام الله نقرأ الفاتحة الفاتحة بمحدى ركتسمى الشافية والعافية والكافية والواقية وأم الكتاب والسبع المثاني وأم القرآن وكتسمى آيات المناجات وآيات توحيد كلفا كلفا عداد التسمية سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين نقرأ سبعات المرات نخذ قرعة دي الماء ونقول أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ الفاتحة المرة اللولة الثانية الثالثة سبعات المرات هذا كل ما ما كيبقاش ما ما كيبقاش هيدروجين بلوس دوز اكسيجين لا كيعد مادة غريبة كيعد واحد لكم بنظام غريبة جدا حللها العلماء المتخصصون كيقوا دا كل ما ولت في طاقة استشفائية غريبة في كلام الله تعالى كنجر النية وكنشرب منه بسم الله وكنشرب منه ناخد شوي نغسل به وجهي وصدري وربي غاي سهل ذيك الحساسية كلها هذا كل ما كيمشي في الجسد كيمشي في الدماء كيمشي في العروق كيمشي في المسام فاكت نعاس مع راسك وكيبقى هو بخدام خدمته كتفق في الصباح الباكر كتجيك التبول كتبول جميع الأذى اللي عندك في جسمك يخرج مع التبول وكيعد جسم غريبة كيتطهر اليوم ورا يوم وغتلقى بأن الحمد لله جسم صافي وسليم ومعافع كيقد سكري كيقد ضغط الدم كيقد الضغط النفسي كيقد قال اللي عنده علاقة بالأمراض الميكروبات اللي في الجسم أي حاجة بالنية النية لأن الله تعالى ماذا قال سيدنا إبراهيم والذي يميتني ثم يحين وإذا ماردت فهو يشفين وإذا ماردت فهو يشفين وربي عز وجل هو الشافي والعافي أسأل الله الكريم أم محمد أن يشافيك أنت وأولادك وزوجك وكل أفراد أسرتك اللهم يا رب تجلى على أم أحمد بالشفاء الكامل يا من قلت وقولك الحق اللهم يا رب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا ماردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور أسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك يا أم محمد ويشفي جميع أولادك وزوجك وعائلتك اللهم كل من قال آمين فارزقوا مثل أم محمد شافيه شفاء تاما من كل داء وسقم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم طل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول من بن ملال إلى إقليم جيرسيف مع سي أسامة وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سي أسامة الله يبغفك أقول لي الحمد وربي شكروه حجبت هناك الموضوع عندك الناس المساكل اللي ماتوا في حديثة أيها والدي إياه ما شاء الله لا إله إلا الله وما كأنهم سعدتهم شوف سبيل الله للاحقنا مهم مسلمين إن شاء الله يا رب يا كريم ومن بعد عمي وقريبا عفك أبغيت كتب مع الويدة ديالي حيث أكثر شيء عمل يلا يا حم الوالدي يا ربي يا كريم أبغيت ديما شيء أخوتي يا رب وما شيء شيء عندي واحد المرض خوية المريض أبغيت كتب مع عفك يا رحمة يا رحيم وعندي واحد خوية مدمين عفك أبغيت كتب مع يا أكرم الأكرمين ودعي لي ملائي عفك شكرا سي أسام أولي شكرا لك شكرا لك لحفظك ورعاك وصلح شبابك لا إله إلا الله أسام أكا شكرك على التضامن ديالك مع الضحايا الأحداث ديالي نيوزيلاندا هذا الحدث الإرهابي الذي أودى بعدد من الأبرياء كانوا في المسجد مسجد النور لأذاء الصلاة ثم قام هذا المتعصب بضربهم برشاش بالمندقية وقتل منهم خمسين شهيد والعشرات من الجرح كلنا نتضامن مع هذا الحدث للأسف من لك يكون شي حدث غريب يكون شي مسلمين هم اللي تعدوا كالقول عالم كله يتكلم والقنوات الفضائية الغربية كلها تندد وتستنكر لكن هذا الحدث مدام أن المعتدي مشي مسلم والمعتدى عليهم مسلمين كأنه شيئا عادي جدا من اللي وقع الحدث اللي وقع هنا في المغرب لقينا منظمة كيتكلموا بزاف الحقوقيين كيتكلموا واحد لهجوم على الإسلام علاش يستفيد إرهاب ودبا من اللي كانوا اتجاه آخر معاكس اللي تكلموا محدودين محدودين اللي تكلموا على هذا الموضوع مع أن خاص لابد لا ينبغي من سياسة الكيل بميكيالين العدالة الاجتماعية أو كان حي واحد البرلمانية برلمانية أستاذة فاضلة من داخل قبة البرلمان أتارت هذا الموضوع وشجبت سياسة الكيل بميكيالين إذا مات إنسان غربي وحد تم قتله كتلقى العالم كله يستنكر والبيانات للشجب والكل يقيم الدنيا ولا يقعدها وإذا تعلق الأمر بمسلمين هم اللي ماتوا ضحية إرهاب كأنه حدث عادي وما كنتسمعوش دعاة الحرية الشخصية ودعاة الديمقراطية وحق الإنسان هذا ما كيتكلموش لأن هذا غير دا من المسلمين رخيص يلمش ما كين بس ولكن نحن نبغي من خلال البرنامج والبرنامج الشعبي كيتسمعو للناس في طبقات شعبية يعني على الأقل نسجل استمكارنا لمواقع وأيضا نترحم على هؤلاء الشهداء اللهم تغمدهم في واسع رحمتك اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان واللهم وفق المسؤولين على سن سياسات اللي تكون أمنية وفكرية استباقية الغاية منها هي الحد من سفك الدماء ونشر قيم ديال السلام العالمي ما يكون قتل ما يكون سفك الدماء ما يكون كراهية والقضية سهلة جدا حينما نقيم ندوات ومحاضرات وقوافل ديالتعارف وديالتضامن النس كم يفهموا بعضيتهم والإعلام دائما هو اللي عنده دور كبير إما أن يطفع الفتنة وإما أن يشعلها وإما أن يخلق المبالات فالإعلام كيبقى دائما والسلطة مشارة رابعة هو الأولى في هذه العملية ونحن محتاجين إلى إعلام يكون صادق وقوي وإنساني وفعل ويؤمن بالقيم الكونية والقيم الكونية هي لعلى الإسلام هي المحبة هي المودة وجعل بينكم مودة ورحمة هي التضامن هي التكافل هي السلام للجميع لأن أول آية في القرآن العظيم هي السلام الحمد لله رب العالمين رب العالمين العولم العالمين بأسرهم وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين سأسامة حفدك الله والدين وزدك الله تعلم من فضله الإخوة يا لكمراد أسأل الله الواحد الأحد الذي رفع السماوات بغير عمد أن يتجلى عليهم في شهر رجب يتجلى عليهم بالشفاء الكامل التام اللهم شافهم جميعا بشفائك وداويهم بدوائك وعالجهم بعلاجك وطبهم بطبك ربنا عز وزل والشافي والعافي وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية سأل الله تعالى يا ربي قال لأداء ممن قال لأداء مني قال والدواء ممن قال أدواء مني قال يا رب إذا كان اداء منك والدواء والدواء منك والدواء منك فما غاية الطبيب قال أولئك قوم لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم راكل شمعين لله إذا بغير عز وجل يشافيك ويعافيك في لحظة من اللحظات أدعي وضوء سجود تسبحات تكبيرات تهليلات ثم تنام وكتسلم أمرك إلى الله وتقول يا رب شافني وعافني وتقرأ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وسبحانك يا جليل ربنا عز وجل يعيد إنباتك نباتا حسنا بصحة وعافية جيدة ودورة دموية قوية وهرمونات متجددة ورحيق حياة فائض وقد قرأتك بأنك مشافا معافا أسأل الله الواحد الأحد أقول لي أسام الله شاف الولدة وشاف الإخوة ديالك ومرت الأخ ديالك وذك الأخ اللي عنده إدمان اللهم يا رب يا كريم ببركة شهر رجب ونحن على شهر شعبان وعلى أبواب رمضان اللهم يا رب انزع من قلبه حض الشيطان اللهم املأ قلبه إيمان واملأ قلبه يقين وحبب إليه الصلاة والعبادة والطاعة وكره إليه التدخين وكره إليه المخدرات واصرف عنه أصدقاء السوء اللهم ارزق صحبة طيبة مباركة تعينه على أمر الدين وعلى أمر الصلاح والله يا رحمن يا رحيم اهدي اهدينا جميعا إلى الطريق المستقيم واهدي جميع شبابنا وشاباتنا إلى الحياة الطيبة النظيفة بعينا عن المخدرات وبعينا عن كل إدمان اللهم ابلنا بطاعتك ومحبتك وتلاوة كتابك واتباع سنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم قلوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول أيها أحب الكرام من إقليم جيرسيف إلى إقليم الحوز معالا لنعيمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بنتي نايمة بارك الله وفيك العارة كبيرة دولة جيال خطونا شحنا بذلك يا أهلا وسهلا بك نايمة الله يعطيك الخير أنا أبسي دكتور كده علمك عليك الحمد رب نشكرها بنتي الله يبك بخير كانت طلب منك واحد الدواء أولا وقب لكل شيء للجلالة الملكة محمد السديس وقره الله يا رب وتعني يا رب المسلمين لأولاد النسل اللي ماتوا الله يرحمهم كانت طلب الله يرحمهم يا رب يا رب وقلت طلب منك دكتور واحد الدواء والوالدين الله يرجوك بخير إن شاء الله يا بنتي يا رب الله يرجوك بخير وواحد خفيتة أيام رضا شوية ويسر أربي الله يفافحها يا رب والله يرجوك بخير واحد الدواء ويسر مكمل يعني كله آمين يا ربي ما أطلنا لما أطيب الله يرجوك بخير easel خمسة لأخوض الله يرجوك بخير يا رحمة رحمة بنتي نائمة شكرا لك بنت نائمة حافظك الله على رسول عينة بنت نائمة يا ربي كريم يا رب الله يسخلك الأمور بنت نائمة يا رب الله يساعدك ويساعد جميع بنات المسلمين نعمة الخطاب دي لها كتبان بأنه إنسان بريئة وتجمع بين الروح الدينية والروح الوطنية المواطن الصالح هو اللي تلقى فيها الروحين ممتزجين روح دينية قوية ممتدة إلى السماء وروح وطنية يحب وطنه ويحب بلده ويتمنى له الخير لنا نائمة أطلبت من أندر واحد الفتحة لمن؟ لولي أمرنا جميعا لجلالة الملك محمد السادس حافظه الله ورعاه نحن نقولها دائما ليس مجملة من اللي كنشوفه في التلفزيون واحد رحلات أو خارجات ملكية سامية أو جوالات أو زيارة أقاليم كي تكون هناك تدشينات كنفرحوا المغربة كلهم كيفرحوا كي يلقوا في أي مدينة في أي إقليم كتكون زيارة ملكية من أجل التدشين ومن أجل صلاة الجمعة أو من أجل أي عمل في مصلحة للوطن الناس كي يفرحوا وكي يشعروا بالكثير من الأمان من لكي يغيب جلالة الملك عن الصورة في الإعلام الناس كي يوقع لهم وحد نوع من القلق فهناك نطلب الله سبحانه وتعالى يمتع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السالس بالصحة والعافية وتمام العافية نسأل الله تعالى أن يرزقه القوة ويرزقه المدد ويرزقه القبول في الأرض والسماء ونسأل الله تعالى أن يسخر له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله تعالى أن يرفع به راية الإسلام وينصر به المسلمين ونسأل الله تعالى أن يجري الخير على يديه حتى يطعم الفقير المسكين وحتى يجد العاطل فرصة للعمل وحتى يجد كل مريض فرصة للاستشفاء وحتى يجد كل مواطن حقه من الخير الذي ينعم به البلد أجمعين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين الله محفظه بالسبع المثان والقرآن العظيم وارزقه القوة وارزقه المدد وارزقه الخيرات والبركات وأكر عينه بوالي عهده المحبوب المولى الحسن وسنوه الرشيد المولى الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة احفظها بالسبع المثان والقرآن العظيم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم بنت نعيمة أيضا الولدين يقولك أسأل الله تلا أن يحفظهم لك نعيمة عن هما خمسات البنيات وباقين بالأزواج وهذا مشكل كبير مشكل اللي كنحس به مشي عند البنات اللي هما باقين عزيمات عند الوالدين يا ما كتلقاش أسر عندهم بنات متعددات خمسة ستة سبعات البنات وكتلقوا ما مزوجاتش شكولك تلقى واكل لعصا بزاف لي واكل الضق بزاف لي هزلهم بزاف الوالدين وخصوصا الأم كتقول ما البنات أنا مالهم ما البنات ما قمت زوجوش ما البنات الناس زوجونا نولدات فرحو وانا امتا غيدك الفرحة إلى بابي وإلى داري فكتلقى هذه الأم راسك يمش إدي ويجيب مراك يقول لها ابنتك ربما معمول لهم عمل أول خاطرة كتجي في الدهن ابنتك معمول لهم عمل شو حدا لهم السحر دي البوار والله يحفظنا وإياكم هناك سحر البوار سحر البوار خطير وسهل كيستعملوا السحر ولكن السحر اللي استعملوا ضيع دينه يعني لن يحلو مقطعا باش أنه ينال رحمة الله الواسعة لأنه كفر بوح سحر البوار كيوقع لبنتك ميل زوجوش وكين السحر البوار في التجارة الأرض متبع المحل التجاري حال وديرت زينة في لافتخين ولكن ما كيبيع ما كيشري وكين للسحر البوار تعطيل تعطيل الله يحفظنا وإياكم كيعطل كل شي والله يسترنا وإياكم جميعا هاد الأزمة الاقتصادية اللي كنشكو منها حاليا رامن بيني أسبابها أن بعض الناس كيتعاملوا بالشعوذة وكين تستحر البوار هذا كيضرب هذا ولكن كيضرب لأخر وتجارة رائجة للأسف تجارة رائجة من روحة السحر قلت أجي نستفد منه كيفاش كيف يفكر وهو في الميدان أنا طالب وعلمين بنت نعرف كيفاش فبقيت معاه في الحوار راح تلقيت بأن القضية كتيرة وخفية هما دي سوشي تابو هما مواضيع كتبقى دائما في طي الكتما للأسف شديد هذه رائجة سلعة رائجة في بلادنا والناس بعضياتهم شي كيضرب شي بها ورهي من أسباب البوار الاقتصادي من أسباب بأن الزواج قليل من غير السياسة الحكومية اللي خاصة لابد أنها تعيد نظر وأنها تكون عندها سياسة استباقية ونظرة مستقبلية وأكثر نشاط وأكثر فعالية أيضا من غير هاتشي كله راه في المجتمع كين الناس كي آمنوا بالشعودة وشي كيضرب شي هناك يوقع البوار في التجارة كما يقع البوار في الزواج بالبنات هادة الأمات كي يقول بنتي دالوا لسح البوار وكين كذلك اللي يحفظ نوائيكم غير الموانيع الموانيع من كتجين الموانيع كتجين من الغفلة هذه تي باش الإنسان دائما يكون موضوعي الموانيع في التجارة ولا في الزواج كتجين من الغفلة إلى الإنسان غفلة عن طاعة الله إلا مثلا تسهل في الدنوب هادو كل أهل الله لدر دنب يعاقب اللي هو مش من أهل الله كيدر الدنب وما كيوقع ليوالو كين بعض الناس ما كي آمنش بالله تعالى أو كي آمن بالله ولكن الدين عنده خفيف وكيدر الدنب المعاصي وما كيوقع ليوالو علاش هادك ربي خلاه أهمله إن الله يمهل ولا يهمل لكن من أهل الله اللي وقعت ليش غفلة ديك ساعة كتجي الضربة كيقول لي يا فلان استيقب أنت لست من عامة الخلق أنت من أهل الله تستيقب تكون حين من الغفلة را الغفلة كتأدي بنا إلى الموانع كل واحد مننا اللي عنده شي موانع في الرزق ولا موانع في الصحة ولا موانع في السعد يسأل نفسه يكما فرطت في جنب الله يكما لم أقم صلاتي يكما فرطت في هذه القضية من الدين فرطت في هذه السنة من السنن ومن تم الغفلة تتأدي إلى الموانع مش دائما السحر راكنا الغفلة والغفلة من جي من أنفسنا ربنا عز وجل لا يقول في كتاب العزيز أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بعض المرات الإنسان يقدر يكون وقع في دنوب وخطايا فكيوقع عليه المانع وأحيان أخرى كيكون الإنسان مرصود مرصود دكلي كيكون منظور العيون تابعها راه فلانا عند ستات البنات عند خمسات هي اللي ولدت آه شوف فلانا كي ديرا كيد ربهم بالعين الله يحفظنا وإياكم الساد كيوقف عندهم ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز حكاية عن سيدنا يعقوب مع أولاده من بينهم يوسف أشقى لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة كان يعقوب والتلاشر دي الأولاد وكتموا داخل كل من باب واحد أشقى لهم سيدنا يعقوب وهو نبي قال لهم لا تدخلوا من باب واحد ما تبقوش مجموعين كامين داخلين من باب واحد ما خافت أن يلتقطوا العين العين حق فقالوا ما تجمعوش فالأولاد اللي كانوا مجموعين والبنات كانوا مجموعات قد يكون سببا في العين والعين الله أحفظنا كتوقف السعد وكتوقف الرزق وكتوقف بالزفد للأشياء في الخير الله أحفظنا وإياكم رأى عدد من الأموات في المقابر سببهم بالعين الأسباب كثيرة إلى حل النهار متعددة ما غنسى ليوش ولكن ما يهمنا وهو ما هو الحل الحل بسيط جدا الإنسان يفكر بالمنطق والعقل اللي أعطاه الله تعالى كيوقع الترتيبات كدر الإجراءات ولكن إلا تعب بعقله وعاجزة عن اتخاذ الأسباب والمسببات والإجراءات والتدابير أشكد الإنسان في هذه الحالة يتجه إلى مولاه يتجه إليه بالدعاء ويتجه إليه بالابتهال ويتجه إليه بالأذكار ويمد يديه للخير يمد للخير يسعد هذا يتصدق إلى عنده المال يمد للخير وربنا عز وجل لن يريس الله سبحانه وتعالى من صفته الحياء الله تعالى حيي كريم حيي كريم من صفة الله الحياء من كرق العبد كثير الذكر وكرق العبد قلبه مسلم وكرق العبد مد للخير هذا ربك استحيي منه يقول يا ملائكتي لا تكتبوا لعبدي قدرا فيه شدة ولا قدرا فيه سوء ارفعوا عن عبدي القدر الذي فيه سوء أو شدة وضعوا له قدرا فيه رخاء وفيه رحمة وفيه لطف لماذا؟ من لي ربي عز وجل يلقى لك العبد المؤمن أو ذك الامة المؤمنة يلقى قلبه مسلم ولسانه رطبا بذكر الله وما لده الخير هذا ربي عز وجل لا يستحيي منه ما تخافش ما تخافش نهائيا ربي غدي بدلك القدر ويأتي بقدر خير منه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى بنت نعيمة من الحوز أسأل الله الواحد الأحد أن يرفع عنكم كل مانع أنت وأخواتك وأسأل الله تعالى أن يختار لكلنا أزواجا صالحين طيبين مباركين وأسأل الله تعالى أن يقر عيون والديك بزواج سعيد يا ربي تجو متابعة وحده وره وحده وره وحده وتمدز إن شاء الله ثلاث أربع سنوات حتى الدار تخوى من اللي بنت ومن البعد يجو إن شاء الله مع الأزواج ومع الدرية الطيبة الله يفيد عليكم الرزق ورزقكم القبول ويبعد عليكم الموانع وأسأل الله تعالى أن يسعد قلوبكم أجمعين يا رب يا كريم وجميع من قال أمين اللهم ارزقه من الخير ما أنت بي عليم قلوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم شكرا لك بنتي نعيمة من إقليم الحوز وسوف ننتقل إلى إقليم آخر إلى إقليم سلا معنا لا أمينة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بي أرسالي الله يبرفك بنتي أمينة وطقم التقني وانت عمزي عمزي خير كل شي بي خير بنتي حافظك الله وراعك وعواش رمبروطة مصدقا الله حافظك بنتي أمينة كده للعائلة والحباب الحمد لله لبركي وكي بقيت شمية الحمد لله لا إي تحالي لا إي لا واشا أنك المرادة لتنيداء ديالتي زوجة واجب الله تيسير ولمازال لا والوش وكنت في حالة بقية ره من وراك واحد جوجة البنات جوجة البنات مكفوفات كذلك بحث الشكل ديالك واحدة اسمتها الوازنة من ببرد والتانية اسمها حنان أعتقد ماشي منطقة من القصر الكبير من الشمال رأي الحمد لله ربي سهل لهم وهذه مناسبة بغيت نقول واحد البنية فاطمة الزهرة اللي اتصلت بينا من قبل وقاتلنا بأن واحد سيد دلها الروقية وقتصبها وكاتبكي كان بغيت نقول هذه البنية هذه الكاتف استيما كانت طلب منها بنتي إلا كان ممكن اكتف الاستماع بغيت التليفون ديالك رجاء واحد الخاطئ بغيت خطبك من ده البضاء واحد الرجول تبارك الله كي شمال فريد شوقي دك الناجم السينيمائي المصري بدك تشكل في شبابه قال لك أنا جاي بغي بغي هدك تدري فاطمة الزهرة اللي تعرضت لاغتصاب من دك السيد اللي غفر الله لنا ولا أغتصب هو كده الرقية أعود بمشرة الرجيم فكان قولي لكاتف الاستماع فاطمة الزهرة اللي تواصل معناتنا الرقم تليفون وبنتي آمينة أنا ربقي ربما كانت لب الله يخبرك يزهري يكون سعيد وبقي بحد الساعة كانت لنا وما كانت شي هذا رجاء لولو التاني ولكن ربما ربما سلح لي يا دقم الإنسان ميمكن ليش أنا ربما يراصف شي حاجة لي مع دك ما يمكن شأي بنتي خسلا بود الزواج تعطل تعطل اللهم بيختار ويطلب ربي يتخير لي باشي يكون في واحد المدع مستكر تعود دور جلية وتاني جزي لي دا ودعي معي بزاف ومستمع نقول آمين يا ربي من سبطي وبغيت نجل حي الأخت نورا نقول تصل بيا حتما لسمي ميل دي أنا والأخت مريم أنا بقى عندي نبلا دي بقى نتح لك سئلة وبغيت نقول لأخت آمين دي متفلال تحت نتقطعت لأخبار دي لتليفون دي لما يجاوب حكاية معرفتش كذف العمر الحمدلله أدت العمر دي لمزيان هي والأخت خديجة وجوبي سلام معرفتش أنا مش رجعت أمر غاز شو مهم بغيت نصورك على صالة تسبيح نعم كيف هي نحن كان إنسان مسافر وبغيت تقول لك إن شاء الله شهر شعبان تسأل بحد إن شاء الله هو شيء ممكن سيام مش مشكل نعم بنتي إيا شكين وبغيت كدعي لنا إن شاء الله دعي لله يرقنا بالمطار إحنا بغينا شوية وحق الله العظيم بغينا شتا وكن كدو شالك لا إله إله بغينا سيط بغينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي يا كريم بإذن الله بإذن الله بنتي يا ربي يا كريم الله يكملك رجاء شكرا لك بنتي أمينة حافظك الله ورعاك أمينة هي واحد البنت ضريرة فاقيدة للبصر وزرتنا هنا في مقر الإدعاء وتبارك الله ما شاء الله على حسنها وعلى أخلاقها لك مش كاتمساز لبس الحجاب ديالها حجاب عصري هي عندها واحد اللاكسون واحد الكلام متفائل هي مبتسمة هي تصميم للوجه ديالها مبتسم هي هكذا مبتسمة خلق الله عز وجل دون أن تبتسم هي مبتسمة طيبة القلب متدينة صبورة ولكن تمروا بظروف صعبة الظروف صعبة كبيرة جدا الظروف الصعبة هي أن الأصل ديالها من أسفي وسكن الآن في إقليم سلة ومكترية وكتدنوا واحدة عمل بسيط مش تعيش لا تريد أن تمد يدها أبدا كتعيش بعرق جبينها ودائما متفائلة سبق لي در تندى بحل بعض الأخوات المكفوفات وقرب لي سهل ليهم الله يكمل ليهم الرجاء يا رحمان هي جل أول ولكن كان كبير السن ويبدو أن أن أمينة تحب الحياة هي فاقدة للبصر ولكن من خلال اللباس ديالها في ألوان فاقعة كتبان بأنها تحب الحياة حتى الإنسان تتحلل النفسية دياله من خلال اللباس فما ظنوا كان لفاقد البصر وكي لمسوا أحد اللباس أنيق متناسق وفي ألوان كلها بهجة ونداء للحياة كأن في فصل الربيع ففهمت بأن أمينة مش أي واحد غد زوج معه خاصة واحد يكون ربما ينسجم مع نفسيتها وأفكارها فكالأول ربما كبير منها في السن الشخص تاني رجل متدين لكن تدينه في واحد نوع من من الصلابة فمليت تصل بها ودر معاقل لها أنك ما تخرجيش من الدار أنك يغدر النقاب أنك يغدري كذا غدري كذا وأمينة مش من هذا النوع هي تحب الحياة هي تحب الخروج والصفر ولقاء الناس والحوار مع الناس فيبدو بأن ليس هو الرجل المطلوب ويقال بأن الطيور على أشكالها تقع أكيد هناك فتيات لبغينات الحياة لكن أمينة ليس منها فهذا تجد النداء مرة تانية إلا كانش واحد من الطيبين الصالحين وبغي يكمل دينه فالأخت أمينة هي مستعدة لذلك وكان عاود جدا نداء أمينة تليفونك بقديمة عندي وإن شاء الله سنبعت لك بالهواتف للأخوات اللي سمولتها لهم الأخت نورة والأخت كيدك أمينة من تفلالت والأخت خديجة على اتصال دائم بهم الحمد لله وضعتهم غادي في تحسن كبير مشاول العمراء وجو بسلام الأخت نورة اللي كانت طلقات وبربعة البنتات هي الآن مسكينة معدبة لازلت معدبة بمرض شديد المعاناة والعنف اللي وقع لها أدى بها إلى مرض شديد في القلب ديالها وزارة الطبيب وأخبرها بأن لا ينبغي لها الصيام كانت تصوم الاثنين والخميس قال لها لا ينبغي أن تصوم لا أيام البيض ولا الاثنين والخميس ولا حتى رمضان فأطلبوا لله الشفاء العاجل الأخت نورة اللي عندنا مشكلة مع زوجها ومع بناتها الأربع على كل حال للا أمينة كنا عاود نستغل فرصة ونقول فاطم الزهرة فاطم الزهرة اللي هي يتصلت بنا وقع لها ذاك الاعتداء والاغتصاب رأى السيد اللي جاء مرتين وكي سويل والتليفون ديالك بنتي رأى ما عندناش إلكت في الاستماع أو كانش واحد من المقرب إلا في الاستماع يتصلوا بنا خارج البرنامج حتى ولو خارج البرنامج وخليوا لنا الرقم ديالك واحد الرجول اللي طلبك للزواج يعني غير من نظرة دياله كي بنت بك الله وسيم كما قلت الصورة ديال ذاك الناجم المصري فريد شوقي بعد مرة كنتستعمل هذا الأسلوب شي واحد باش نبلغ الصورة كنتقول لي فلان ما كي صورته ولكن هو شبيه بفلان شي واحد معروف تليفزيونيا أو كده باش نقرب لي الصورة فهو صورته جميلة طويل القماع رجب الكبين أبيض البشرة البشوش لكن اللي امتياز فيه هو من اللي كانوا الشيناس عندنا فيهم سكن امراض طحو قتلت القرآن الكريم وجدته حافظ لكتاب الله فكان يقرأ معي معي الصور المفصل كان جلس معي في الستوديو فهذه فرصة الأخت فاطم الزهراء التصليبين ورسيين على أحر من الجمر حتى إنه قال لي أن أذيع رقمه الهاتف على الهواء وأبيت ذلك لأنه ماشي من مصلحته فمغيناك أن تتصليبنا وعطينا الرقم ديالك ونحن نمده وإن شاء الله يكون زواج مبارك وسعيد بنت يا مينا جواباً على الأسئلة الفقهية اللي سولتي سؤال الأول صلاة تسبيح هي كتسمة صلاة تسابيح صلاة تسابيح هي جاءت بسند ضعيف سند ضعيف مفاده أن الإنسان يصليها مرة في اليوم فإن تعذر عليه صلاها مرة في الأسبوع الجمعة فإن تعذر عليه صلاها مرة في الشهر فإن تعذر عليه صلاها مرة في السنة فإن تعذر عليه صلاها مرة في العمر صلاة تسابيح فيها أربع ركعات كل ركع كان قرفها بالفتحة وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم كان قون سبح الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد خمسة عشر مرة عند القراءة ثم نركع ونسبح لله تعالى سبحان رب العلا سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبح قدوس رب الملائكة والروح ثم نقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم نرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ونعود عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم نسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح ونقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وللحمد نستمر هكذا كل ركعة نقوم بهكذا حتى نكمل أربع ركعات وفي الدعاء أطيل الدعاء وأطيل السجود قالك بأن الله تعالى إذا صلى هذا العبد أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأن الله تعالى يعطيه الخير والبركة هي حديث ضعيف لكن جميل أن الإنسان يقوم بها أنا أدكر صلينا أطفال صغار صليناها في أخير الحمد لله رغم أن الحديث ضعيف العلماء يقول لك نعمل به في فضائل الأعمال ولا نعمل به في الأحكام خصوصا في الفروج والدماء والأموال الأحكام المرتبطة بالفروج إن الزواج والطلاق والدماء يعني القصص القتل وكداول دية وكذلك في الأموال في البيع والشراء والتجارة والرهن وغيرها هذا ما لا بد أن يكون الحديث صحيح والآية واضحة الدلالة أما في فضائل الأعمال فلا بأس أن نعمل بالأحاديث الضعيفة إذا كانت فيها لا تخرج عن صحيح السنة مثلا في غير ذكر وتسبيح وتكبير فلا بأس بذلك أما عن دعاء السفر بنتي أمينة فهو سنة طيبة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد بغير يسافر لا بد قبل ما ينطلق مش رب يحفظه يقول دعاء السفر سواء كان غير يسافر عن طريق الدراجة النارية أو عن طريق السيارة أو عن طريق الشاحنة أو الحافلة أو عن طريق الباخرة أو عن طريق الطائرة فلا بد أن يقول دعاء السفر لأن الله تعالى يحفظه ويرعاه ويبارك فيه وهو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هول علينا سفرنا هذا واطع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعود بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء منك نطلع في سيارة أو في الشحينة أو في الكار أو في طائرة أو في أي مركبة أيام زمن كان دواب الجمال والمحمير والبغال أو الحصان فكن نقول في الأول كنقول ثلاثة مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير باش ربي عز وجل يعظمك هذه الكلمة منك تقولها ربي يسخر جنود الأرض والسماء باش يكونوا في خدمتكم ثم كتنزه الله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان تسبيح لله تعالى سخرنا هذا الدبع أو هذا الطائراء أو هذا السيارة وما كنا له مقرنين ماشي احنا اللي خلقنا ماشي احنا اللي اخترعناه ربي اللي عطاه لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني احنا غنصافرون بشيون جيو فالاخرنا غنرزعوا كلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى له المنقلب وله الرجعة ثم نرفعوا الدين ونقولوا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى يعني منك أنتم غادي ما نوقعش في المحرم ما نوقعش في فساد ما نوقعش في الظلم البر والتقوى ومن العملي ما ترضى منك أنت دين الدعاء في السفر ديالك لا أكل الله بغير مع الصالحين لا أكل الله مع الطيبين كيش بك اللحظة الجامعة كتصل للصلاة في وقتها كتش تتراقع أو تاني كتتلقى معنا مع الناس الأخير منك تقولها الدعاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العملي ما ترضى ثم يقدر يكون التراق فيها خطر فيها المضعطفات فيها ربما قطع طرق قد يكون فيها باراج أمني كيفاش ممكن تكون ما تعرض للشيء هذا كنقولها الدعاء اللهم هول علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده البعد ديالك طيه الأرض ربي كاتك الباركة في الزمن وفي الوقت وتطوى لك الأرض طي واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفري والخليفة في الأهل وأنا بصافر كون الصاحب ديالي هو ربي عز وجل والعائلة في تخليتهم ربي هو خليفتهم ربي عز وجل لو اللي غادي يحميهم في الغيبة ديالي كي يحملك الله الزوجة والأولاد والعائلة والأحباب والأموال أنت بصافر بعيد وعندك بيسري عندك المصنع عندك مصلحة ربي سبحانه وتلا يحميك في الغيبة اللهم أنت الصاحب في السفري والخليفة في الأهل اللهم إننا نعود بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل هذا كتسمى الاستعادة أستعيد بالله من وعتاء السفر السفر فيه أمراض فيه ديزاكسيدو فيه حوادث فيه ربما ضيع المال فيه قطع طرق ربك يحفظك من وعتاء السفر وكآبة المنظر يخطط سفر وتفاجأ بشي مظاهر سيئة بشي مظاهر اللي هي تكهربك وتمردك تعود بالله من ذلك ما تشوف غير الجبال وتشوف غير الخير وتشوف إن شاء الله غير النجاح والفلاح اللهم إني أعود بك من وعتاء السفر ومن كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل يعني من لغا ترجع ربك يحفظك ما تسمعش شي خابر سي ما ترجعش من السفر تلقى شي واحد من ولدك مراد أو مرادك وقع عليها مكروه أو المال ديلك ضاع أو صورق ما تلقى بلاستك محفوظة ترجع تلقى كل شي زين الحمد لله سوء المنقلب في المال والأهل هذا كله استعادة ويسنو إذا رجع هذا المؤمن أو المؤمنة من السفر أنه لما كيرجع كيقول آيبون تائبون عابدون لربنا حمدون آيبون تائبون عابدون لربنا حمدون هذا كيكون فيه كيكون فيه خير عظيم بإذن الله شكرا لك لبنتي أمينة من سالة وربما الكلام الأخير اللي طلبت منا فيها نوة وحد دعوة دين المطر احنا كنا محتاجين إلى دعوة دين المطر ونقل للسادة المستمعين الله يجزيكم بخير رفعلا ادخل شهر مارس وأوشك فصل الربيع والأرض عتشانة والناس محتاجين إلى أمطار الخير الله يجزيكم بألف خير ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلبوا منه جل جلاله يكرمنا وإياكم بأمطار الخير وأمطار الرحمة وأمطار البركة ونقول جميعا اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب اللهم أكرمنا بأمطار الخير اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغتنا برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أمطر علينا مطر الخير اللهم أمطر علينا مطر الرحمة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا لطيف ألطف بنا في جميع أمورنا كلها يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمغاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك اللهم ارزقنا لطفا يليق بجلالك وكرمك يا رحمن يا رحيم الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا عليه وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته